اشتركوا في القناة احد الاجراءات الامنية الاكثر شيوعا المطبقة في محطات القطار هو حراس الامن الخاص والدور الرئيسي لهم هو خلق بيئة اكثر امانا وتقليل التهديدات الامنية مثل اللصوص غالبا ما تكون محطة القطار معرضة لخطر الجرائم مثل السرقة والتخريب والمتجاوزين بسبب هذه التهديدات الامنية تحتاج الى تعزيز اجراءاتها الامنية لضمان سلامتها لذلك يتمركز حراس الامن الذين يعملون في محطة القطار بشكل اساسي في الابواب الرئيسية عند اماكن قطع التذاكر وابواب الولوج للسكة الحديدية لمراقبة التذاكر وفي رصيف السكة الحديدية للسهر على سلامة الركاب ما هي مهم حارس امن خاص بمحطة القطار الواجب الرئيسي لعناصر الامن الخاص هو ضمان سلامة محطة القطار وجميع العمال والعملاء وسلامة القطارات نفسها سيكون لحراس محطة القطار العديد من المهم والمسؤوليات من بينها ما يلي واحد تسيير دوريات منتظمة حول المحطة الواجب الاول الذي على عاتقه هو القيام بدوريات منتظمة حول محطة القطار وبعض المناطق المختلفة التي قد يقوم الحراس بدوريات فيها هي داخل المحطة حول مواقف السيارات في محطة القطار خارج المحطة وسيقوم حراس الامن الخاص بهذه الدوريات لمراجعة سلامة المحطة وتستخدم الدوريات كوسيلة لهم للبحث عن اي سلوك اجرامي اثنان حماية محطات القطار من كفة الجرائم احدى المهم الرئيسية التي يتكلف بها حراس الامن الخاص في المحطة هي ضمان سلامة المحطة من السلوك الاجرامي وقعت العديد من محطات القطارات في جميع انحاء العالم ضحية للجرائم المحلية ابلغت احدى محطات القطارات في انجلترا عن 532 جريمة في عام 2021 من اكثر الجرائم شيوعا في المحطة عمليات السرقة وجرائم العنف نظرا لتزايد النشاط الاجرامي في محطات القطار فان الواجب الرئيسي لحارس الامن هو الحد من الجرائم احدى الطرق التي يمكن لحراس الامن من خلالها تقليل الجرائم هي التواجد الامني الجسدي للحارس والذي يستخدم بمثابة رادع بصري ضد النصوص ان الوجود الامني القوي للحارس يخيف المجرمين لانه يوضح لسارق مدى الحماية الامنية للمكان ثلاثة الاستجابة لحالات الطوارئ المهمة الاخرى التي يقوم بها حراس الامن الخاص هي الاستجابة لجميع حالات الطوارئ مثل حوادث السرقة او تبادل العنف سوف يستجيب الحراس لحالات الطوارئ من خلال الاتصال بالشرطة على الفور على الرغم من ان حراس امن محطة القطار يتوقع منهم في الغالب اكمال المهم المتعلقة بسلامة محطة القطار فقد يتوقع منهم ايضا مساعدة العملاء في اي استفسارات لديهم سيستخدم حراس الامن مهاراتهم في خدمة العملاء من اجل الاجابة عن اي اسئلة ارشادية لدى المسافرين مساعدة الركاب في العثور على المقتورة في محطة القطار مساعدة اي طفل مفقود في العثور على والديه خمس غرفة المراقبة بالكاميرات تحتوي محطات القطار على كاميرات المراقبة مثبتة في جميع انحاء المحطة للمساعدة في مراقبة النشاط وردع الجريمة يتم وضع الحراس الامن الخاص بالغرفة لمراقبة اي سلوكيات اجرامية في محطة القطار وابلاغ اقرب عنصر امني لعين المكان 6- نقاط التفتيش الامنية قد يكون لدى بعض محطات القطار نقاط تفتيش امنية مثل اجهزة الكشف عن المعادن او اجهزة الاشعة السينية لفحص الركاب وممتلكاتهم قبل دخولهم المحطة او القطار 7- خطط الاستجابة للطوارئ يجب ان يكون لدى محطات القطار خطط استجابة للطوارئ للتعامل مع حوادث مثل الحرائق وحالات الطوارئ الطبية وعمليات الاخلاء يجب تدريب حراس الامن العاملون بالمحطة على خطة الطوارئ من اجل معرفة كيفية الاستجابة عند حالة طارئة وذلك من خلال خضوعه لدورة تدريبية 8- اللافتات والمعلومات يجب على حارس الامن الخاص معرفة اللافتات المتواجدة بالمحطة والتي تحدد مخارج الطوارئ ومختلف المرافق المتواجدة بها مثل المرافق الصحية وغيرها من الاماكن من اجل ارشاد المتوافدين على المحطة 9- الإضاءة والرؤية تساعد الإضاءة والرؤية الكافية في رضع الجريمة وتحسين السلامة في محطات القطار لذلك على حارس الامن الخاص مراقبة اشتغال الإضاءة واخبار الجهات المعنية في حالة عطب احدى اعمدة الانارة ووضع تقرير حول الامر 10- مهم اخرى لحارس الامن الخاص 11- مراقبة حارس الامن الخاص المسافرين وحمايتهم من التهديدات بالعنف او الاعتداء الجسدي والمخاطر الاخرى 12- حراسة منطقة محددة طوال فترة نوبة عمله 13- حراسة المناطق ذات الحركة المرورية العالية ومراقبة جميع الزوار 14- تحقق من التذاكر او تصريح مرور 15- منع الوصول والتصوير في المناطق المحرمة 16- اجراء عمليات تفتيش روتينية في المناطق التي يحرسونها 17- تأمين مناطق محددة اثناء اعمال الصيانة والطوارئ 18- مراقبة الانشطة على شاشات كاميرات المراقبة والبقاء في حالة تأهب للابلاغ عن الانشطة المشبوهة 19- التعرف على التهديدات المحتملة واتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف منها 20- المشاركة في عمليات الانقاذ مع رجال الاطفاء والشرطة 21- أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ 22- الكشف عن المشتبهين واحتجازهم 23- وإبلاغ الشرطة عن الأحداث الإجرامية 24- استدعاء المصعفين في حالة الاعتداءات والإصابات 25- وتقديم المشورة للناس حول احتياطات السلامة اللازمة 26- المهارات التي يتطلبها حارس الأمن الخاص بمحطة القطار 27- مطلوب من حارس الأمن أن يكون لائقا بدنيا وناضجا في المظهر 28- أن يتمتع بمهارات محددة يمكن اكتسابها من خلال التدريب المكثف أو الخبرة أثناء العمل وتشمل هذه المهارات التالية 29- مهارات التفكير الهادئ والواضح 30- مطلوب من حارس الأمن التزام الهدوء في المواقف الصعبة والتفكير بوضوح لإيجاد طرق لحماية المسافرين وأصولهم 30- مهارات الاتصال 31- مطلوب منهم التواصل مع الأفراد والمجموعات وخدمات الطوارئ وتبادل المعلومات شفهيا أو كتابيا في المواقف اليومية أو الضغط العالي أو الخطر 31- المهارات الفنية 32- على حراس الأمن الخاص معرفة كيفية استخدام الهواتف والجهاز اللاسلكي وأجهزة الكمبيوتر والمعدات التكنولوجية الأمنية 33- مهارات حل المشكلات 34- يطلب من حراس الأمن الخاص تحديد وتقييم المواقف والمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة لها 35- مهارات القيادة 35- مطلوب منهم تولي المسؤولية وتوجيه الأشخاص أثناء عمليات التفتيش الروتينية والمواقف المتوترة مثل عمليات السطو وعمليات الإنقاذ 36- مهارات خدمة المسافرين 37- يتعين على حراس الأمن الخاص تزويد الركاب بالخدمات التي يحتجونها وأن يكونوا يقضين ومهتمين بالتفاصيل ومهذبين في جميع تفاعلاتهم 37- مهارة الفنون القتالية 38- يتوجب على حراس الأمن الخاص حماية العاملين والمسافرين من الهجمات الجسدية من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة ضد المهاجمين 39- مهارات الأسلحة النارية 39- بالنسبة للدول التي تسمح باستخدام حارس الأمن الخاص السلاح 40- يتوجب عليه الخضوع لدورة تدريبية للحصول على رخصة استخدامه 40- لأنه أمر ضروري لحماية الأفراد والممتلكات من الخطر 40- حاولنا من خلال هذا الفيديو بشكل موجز أن نبين لكم مهام رجال الأمن الخاص في محطة البطار ومختلف المهارات التي يحتاجها خلال عمله 40- مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية الفيديو 41- نهتعكم على أمل اللقاء بكم في فيديو آخر موضوع آخر 42- إلى اللقاء اشتركوا في القناة